مرحبا بكم في قناتي ميمو الشانهيل ان شاء الله اليوم نعمل مع بعضنا تجين تيوك سهل برشة وبنين على الاخر نستحق 5 بيضات حوكا تن فرماج حسب الرغبة زادة مع بنوس حسب الرغبة نستحق زادة حوكا كريم فريش و بطبيعة باكو تيوك رشا من الملح و رشا من الفف الأسود و نبدو بسم الله بالنسبة لأول طبقة عملتها اللي هي البسكويت تيوك بالنسبة للي بلاتون متاع يكون اكبر شوية ماذا بيكم انضعفوا الكمية نجيكم انتاجين منفج ومنفوخ وبالنسبة للطبقة الثانية باش نخلطوا المكونات الكلة مع بعضهم يعني ما فهمش ما اسهل منتاجين هذا و اللي بنات زادة في نفس الوقت لكم تنجموا تستغنوا على حاجات يعني ماهوش معنى هالمكونات هذه الكلها تنجموا مثلا الفرماج تعملوا اي نوعا متاع فرماج تنجموا في بلاسة الكريم فريش تحطوا اريقوتا زادة تنجموا زادة تستغنوا على المعدنوس تعملوا زادة سبناخ في بلاسة المعدنوس يعني ساهل ويتماشى في اي وقت وماهوش يعني مافيش برش خدمة وماهيش يعني وصفة اللي تحسوها هكا ثابتة وبعد ما كملت خلطتي كل حطيت الملاح زادة والفف الاسود وقع هو بعد نحطها في البلاتو ونصد نضيف التبقى الثالثة اللي هي التاجينة تيوك وهكا كمل التاجينة بتاعنا باش نحطوه في الفرن على حرارة 180 درجة قرابة نصف ساعة وبعد تريكا البنات ما تقصوه كان كيف يبرد على خطر يكون هشوش وزادة يعني في ساعة ما يتفترش ماذا بيكم تخلوه يبرد بالاقدام وبعد تريكا تقصوه وصحاب الشفاء وإن شاء الله يربي الوصفة عجبتكم سهلة برشا ومتبخلش عليها بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس خليكم على خير وبي باي